طلبت الحكومة الفلسطينية لأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية التابعة لها بإدانة الجرائم الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينيين وأضح المتحدث باسم الحكومة أبراهيم ملحمان استهداف قوات الاحتلال لطفل في العشرة من عمره برصاصة في الرأس يعكس الوحشية التي يتعامل بها الاحتلال مع المسيرات السلمية للفلسطينيين ترجمة نانسي قنقر